بالنسبة لهذه الأورام الحميدة ما الذي يسببها؟ ما الذي يسببها عادة خلل في الجينات هذا يؤدي إلى أن تتقاصر الخلايا في القولون وهذا يؤدي إلى زوائد لحمية وتختلف الزوائد اللحمية التي هي حميدة من الخبيثة في حاجتين ومين أولا، الأورام الحميدة لا تذهب إلى هذه الأماكن ثانيا، لا تختارق الأعضاء المجاورة وهذا ما يميزها عن الأورام السرطانية